اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى متابعين ومشاهدين الكرام الافاضل انطلق وعلى بركة الله شوطنا الرابع عشر وشوط الختام للفترة الصباحية لسن الجداع من المسافة لو هي ستة كيلو مترات هي رحلة البداية ورحلة البحث عن الفوزة وعن الانتصار من جائزة الملك عبد العزيزة لسباقات الهجن لنطلق وإياكم ونندفع مع المركز الأول مع الفاخر لعامر بن راشد بن سعيد بن راية المر يقدم لنا انطلاقة الفاخر واندفاعة الفاخر على المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني هنا الوصول من قبل الصداوي لعبد العزيزة بن معلا بن عليان السهلي يقدم لنا انطلاقة الصداوي واندفاع الصداوي على المركز الثاني المركز الثالث وصل صالح بن فهيد بن راشداني المري مع انطلاقة شادي ومع اندفاع شادي على المركز الثالث وعلى ثالث المستويات المركز الرابع رابع المراكز القدوم من قبل جابر بن فهيد بن محمد الزبداني المري مع انطلاقة الكايد ومع اندفاع الكايد على المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس الوصول من قبل شعار فلاح بن جلوي بن سبعان العجم يتقدم مع انطلاقة صوغان فلاح بن جلوي بن سبعان يتقدم على المركز الرابع خامس المراكز من تسلل في هذه اللحظات سفر بن سالم بن عويض الاعتبي قادم مع انطلاقة ضبيان اذا نعود وياكم للمركز الاول بعدما اتممنا لكم النداء للخمسة المراكز الاولى نعود الى الصدارة والى المركز الاول والى الاندفاع المتميز من قبل شعار في هذه اللحظات جابر بن فهيد بن محمد الزبدان المري يتقدم ينطلق الزبدان بشعار ليقدم لنا الكايد على المركز الاول وعلى البداية ثاني التحديات من الجانب الايمن وصل وتقدم الصداوي في هذه اللحظات تسلل ليحتل المركز الاول يتقدم بشعار عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي ينطلق في هذه اللحظات وايضا الوصول على المركز الثالث سفر بن سالم بن عويض الاعتبي قادم مع انطلاقة ضبيان ابو اسباح وصل في هذه اللحظات ليعلن التهديد وينطلق مع انطلاقة ضبيان المركز الرابع رابع التحديات الوصول وصل فهد بن عبد الله بن جروح الشمري مع انطلاقة متعب ينطلق متعب في هذه اللحظات واسم على مسمى ليتقدم بشعار بن جروح المركز الرابع خامس المراكز وصل صالح بن فهيد بن رشدان المري مع انطلاقة شادي ومع اندفاع شادي ليحتل المركز الخامس بن رشدان اذا نعود وياكم الى البداية والى الصدارة والى المركز الاول الصداوي بشعار السهلية ينطلق مع المركز الاول يحاول في هذه اللحظات وفي هذه الصباح من اجل اختطاف النقطة الثانية لينطلق بانطلاقة الصداوي عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلية ولكن بسباحة من الجانب الايمن يتقدم مع انطلاق الضبيان تسلل وغير الى المركز الاول بشعار سفر بن سالم بن عويض الاعتبي يتقدم اذا ثلاثة كيلومترات تبقت عن كلمة النماس وعن خطه النهاية وفي هذه اللحظات انتصفت المسافة يا عبد العزيز يا بن معلاي السهلية يتقدم مع انطلاقة الصداوي ايضا الوصول من قبل شعار جابر بن فهيد بن محمد الزبداني المري مع انطلاقة الكايد وصل الكايد على المركز الثاني المركز الثالث سفر بن سالم بن عويض الاعتبي قادم مع انطلاقة ضبيان ومع اندفاع ضبيان المركز الرابع رابع التحديات الوصول من قبل متعب في هذه اللحظات يتواجد على المركز الرابع فهد بن عبد الله بن جروح الشمري وصل بن جروح ليتقدم ويقدم لنا ابداع متعب من تسلل واحتل المركز الثالث المركز الخامس خامس التحديات من غير واحتل مع المركز الخامس الوصول والقدوم من قبل هذا الشعار شعار حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي مع انطلاقة مبهر وصل مبهر على المركز الخامس ولكن راقب من تسلل من الجانب الايمن الوصول من راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع انطلاقة السالمية وصلوا ابناء دولة قطر في هذه اللحظات يقدمون لنا بشعار النعيمي السالمية وصل من تسلل ايضا الى المركز الرابع نعود وياكم متابعين مشاهدين الكرام الافاضل الى الزبدان مع المركز الاول يقدم لنا اندفاع وانطلاق الكايد واثنين كيلومترات قطعنا الكثير فما تبقى الا القليل يا متعب يا بن جروح بن جروح غير مع المركز الاول تقدم مع انطلاقة متعب ولكن السالمي من الجانب الايمن يتقدم في هذه اللحظات السالمي ليغير الى المركز الاول يتقدم بشعار راشد بن ناصر بالراشد الجبر النعيمي مع انطلاقة السالمي غير واحتل المركز الاول انطلق مع الصدارة ومع البداية يا السلام على هذا الاندفاع وعلى هذا الاداء الكبير والمتميز المركز الثاني ثاني التحديات الوصول من فهد بن عبد الله بن جروح الشمري متعب واصل وقادم على المركز الثاني وعلى مركز الوصافة ابناء يحاي القادمين ايضا المركز الثالث الكايد اقترب في هذه اللحظات جابر بن فهيد بن محمد الثبدان يتقدم المري ولكن يا السلام يا السالمي السالمي يا اخواني طار وانطلق مع المركز الاول طار بشعار النعامي راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعامي السالمي مع المركز الاول يتقدم مع لايحة الكيلو المتر الاخير الكيلو اللي ما بعده كيلو يا راشد يا بن ناصر يا بن راشد يا الجبر النعامي ايضا الوصول من الكايد وصل في هذه اللحظات وتقدم جابر بن فهيد بن محمد الثبدان المري قادم مع انطلاقة الكايد وفهيد بن عبدالله بن جروح واصل ولكن السالمي السالمي مع المركز الاول الجبر النعامي مع الصدار ابناء دولة قطر مع المركز الاول راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعامي الله يا هذا الشوط ختامها مسكة ولمان الختام انطلق في هذه اللحظات راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعامي ليتقدم مع ابناء دولة قطر ولكن الكايد الكايد تواجد على المركز الثاني جابر بن فهيد بن صالح أو هنا جابر بن فهيد بن محمد الثبدان المري الكايد والسالمي ولكن الكايد 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 الله الثبداني على هذا العرض الممتاز والأداء الكبير في الأمتار الأخير تهانينا ليهاني هجرة عالية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق في هذا الصباح الجميل الزبداني مع شوط الختام تهانينا يا جابر يا ابن فهيد يا ابن محمد يا الزبدان يا المري مالك الكايد انتزع هذا الشوط تهانينا يا ابن عالية على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز كان بشعر راشد بن ناصر النعيمي والمركز الثالث فهد بن عبدالله بن جروح الشمري المركز الرابع وصل في هذه اللحظات حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي مع مبهر المركز الخامس المركز الخامس لحظات وان هو فيكم مع المركز الخامس وصل في هذه اللحظات شعار محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري مع لها بن عود بالتهنية وبن نوماس لمالك الكايد من انتزع هذا الفوز الكبير في هذا الصباح تهانينا يا جابر يا ابن فهيد يا ابن محمد يا الزبدان يا المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق التوقيت الزمني متابعينا الكرام الأفاضل عشر دقائق في هذه اللحظات عشر دقائق ثلاث ثواني أربعة وستين جزء من الثاني المركز الثاني في هذه اللحظات شعار راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي من قدم لنا السالمي عشر دقائق أربعة ثواني عشرين ثاني المركز الثالث فهد بن عبدالله بن جروح الشمري التوقيت الزمني عشر دقائق خمس ثواني خمسة وستين جزء من الثانية إذن تهانينا وألف مبروك لمالك الكايد جابر بن فهيد بن محمد الزبدان المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق في هذا الصباح متابعينا الكرام كما تشاهدون أمامكم في الشاشة ملخص الشوط السابق الشوط الرابع عشر وهو شوط الختام لسن الإجداع للفترة الصباحية وكما تشاهدون أمامكم مع مخرجنا الفائزين في هذا الصباح أمر ولي العهدنا مشيبة وانعدى صائلنا لراضيها حنها للركب ومعازيبة ويسومنا تعرف بساميها حنها للعيس ورمزي تنصيبها السابق والسابق اللي تطغني فيها من تكسل المركا وتجيبها يستهلت ومسرعيها رعيها متابعين مشاهدين الكرام الأفاضل كما تشاهدون أمامكم على الشاشة صاحب أفضل التوقيت في هذا الصباح لسن الجداء من المسافة 6 كيلومترات للفترة الصباحية شعار في هذه اللحظات هنا شعار ارفع بن سميحان الشمري من قدم لنا شعار في الشوط الرئيسي للبكار الاجذاع نهنيه ونباركه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى التوقيت الزمني لحظات ونوفيكم بالتوقيت الزمني إذن التوقيت الزمني توقيت في هذه اللحظات إذن نهني ونبارك رفيع بن اسمحان بن حمدان الشمري من قدم لنا مشاكسة في الشوط الرئيسي التوقيت الزمني 9 دقائق و 45 ثانية و 27 جزء من الثانية تهانينا وألف مبروك إلى أبناء حايل على هذا الانتصار تهانينا يا رفيع يا بن اسمحان يا بن حمدان الشمري على هذا الانتصار في الشوط الرئيسي وبأفضل توقيت للفترة الصباحية متابعينا الكرام الأفاضل والسلام هو الختام يغير من معالمها تهانينا الكرام الأفضل والسلام هو الختام يغير من معالمها يغير من معالمها يغير من معالمها يغير من معالمها الغوارب من محال